بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله احنا لسه قدامنا وقت نشوف كل كلام حبيبنا اللي هما بعطينا حبيبتنا اللي طلبت البسيمة هادر هعملها لكتبيها عندك يا رغضا بسم الله ادي البس اللي هو على السوشال ميديا بتاع الفيسبوك بسم الله ما شاء الله نشوف بقى كده طبعا بشكر كل حبيبنا على كلامهم الحلو اللي كاتبينه هبة محسن ما نحرمش منك ابدا بشر الصابرين صباح الهنا والسعادة طريقة البسيسة عناية الاتنين حاضر رغضا اكتبي ورايا التسلميني البسيمة والبسيسة تمام الواثقة بالله عناية الاتنين حاضر هجاوب عليك هي بتسأل سؤال بخصوص رجينيكس هجاوب عليك في سيجمال تجاي إن شاء الله بإذن الله عيوني الاتنين يوسر إبراهيم صباح السعادة والردة عليك يا قلب اسلاميلي عطر الظهور صباح الخير يا صاحبة جبر الخواطر عايزة أشكر حضرتك لحد مئة سنة ومسكفية شكرا يا شيف نونة على دعيتي لولدتي وخلتيها عيونها دمعت والله من الفرحة وهي لحد النهاردة بتدعيلك إن ربنا يجزيك خير ويوقفلك في طريقك ولاد الحلال وممكن طريقة الزبدة بالفلفل الأوان اللي بتتحفز وتتضاف على الستيك والمشاوي وشكرا على راسي وربنا يبارك لك في الولد يا رب إن شاء الله بإذن الله اللي أعايز أقول لكم إن أصلا موضوع الزبدة ده أنا كنت محضران إحنا أصلا إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي هنعملوها ووريها لكم إزاي نلفها رول ونحطها في الفريزر وبعد كده نطلحها نقطحها حلقات دورة صغنانة كده وتتحطها على الستيك وهو سخط وتبدأ إن هي تسيح وتدينا طعم فمتها الجمال بتتعامل بالبقدونس وكمان بتتعامل بالفلفل الألوان فإن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي هنعملها لك عناية لتنين أكونت بإسمه أنا وردة صباحك عسل يا كراملة الشاشة عاوز أعرف نوع جلاش كويس هرد عليكي أهو والله لا رد عليكي دلوقتي أهو أهديني رديت عليكي فاللي عايز يعرف نوع جلاش كويس سيخش على صفحة البلد يوكل مع الشيف نونة هيشوف الإجابة اللي أنا جاوبتها علي عشان طبع مش ينفعنا أنا أقول اسمه على الشاشة غدا عباس ده نورك يا قلبي تسلميلي أم أمل أنا مديحة السيد وبحب تقوي ربنا يجبر بخاطرك زي وتجبري بخاطر ناس كتير ممكن أعرف أنت خسيت إزاي صباح اللي أنا عليك يا أم أمل أو صباح الخير عليك يا مديحة والله العظيم يا جماعة أنا عملت عملية تكمين لإني في ناس أما نزلت صورتي بتاعة الفرح بتاعة أول مبارح ناس كتير عزمالين الرجيم اللي انت خطيه طب خطي طب عملت إيه هم مشكلهم ما كانوش يعرفون أنا عملت تكمين والله العظيم أشهد على كلامي أكسم بالله العظيم عملت عملية تكمين ده اللي خلاني نزلت مرة راح ده كده الحمد لله لحد دلوقتي دخلة في الـ 28 كيلو نزلاهم وعملة العملية 1-3 عملتها 1-3 والحد دلوقتي دخلة في الـ 28 كيلو نزلها أم آدم آدم السلام عليكم أشوف أنا أم آدم من إينا أنا أربع مرات أطلب القطشب ومش بترد علي يا ريت المهاردة ترد علي وصباحك فل إن شاء الله وقبر خطر موجود معنا القطشب يا رغضة عناية الاتنين حاضر يا أم آدم على راسي دعاء عبد الرحمن بتقول بحبك يا نونة وعاوزة طريقة الفراخ المشوية والسمك المشوية وطريقة الجنبري الفراخ المشوية احنا عملناها كتير جدا بس احنا عندنا طريقتين للفراخ المشوية أفضل طريقة أنا بحبها اللي فيها عسل اسفد وما تحطيش في دمائك إن هي هتبقى محلوينة أو إن هي تبقى مصقرة لأ ده بيدي لون غامق بس لها مش عايز عسل اسود شلي عسل اسود وحط ديبس رمون عشان توفري على نفسي كل الخطوات هات الخلاط قدامك حط فيه بصل حطي طماطم حطي فلفل حامي حطي عصي اللمون حطي ملح وفلفل اسود وحطي بابركة وقرني فلفل شطة اللي هو الفلفل الحامي ده ودربي ده كله مع بعض وبعد ما تدربيه كويس جدا مع شوية ميا صفيهم كويس أول إن شاء الله حتى تصفيهم بشاشة عشان تنزل العصرة كلها بقت التدبيلة كلها سيلة ما فياش أي حاجة محببة أرجع بعد كده أحط عليها ديبس رمون عايزة تحطي عسل اسود ماشي التوابل بقى بعد الملح والفلفل اللي حطي نعم هنا وشوية البابركة عايزاتي ضروري 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 تجيبي الخلونجان البودر من عند العطار وتحطي معلقة كبيرة منه في التدبيلة وتقليبي ده كله مع بعضه التدبيلة هتبقى تقيلة شوية كده تمسك الفرخة تسوقيها من الضهر بتاعها وتدقيها ما عندي كيش مدق حطيها عليها كيس تلاجة مفتوح وبدأي دقيها بالسكينة بضهر السكينة كده أو أي حاجة تقيلة عندك هتلاقيها الدقية إن شاء الله حتى تدقى بالنشابة هتبدأ معيك على طول علشان تتبط وتروحي مشرطة السدر بتاعها كده وتبدأي ان انت تتنعيها في التدبيلة مش محتاجة أكثر من ربع ساعة ونص ساعة بس ربع ساعة أو نص ساعة الخلونجان اللي حضرتك هتحطيه هيديك إن التدبيلة دي منقوعة قبلها بيوم سخن الفرن بتاعي وتبدأي تخطيها على الشواية أو تحطيها في صاج زي ما انت عايزة وتولاها عليها الفرن بتاحت بس لمدة حوالي تلتسعة وبعد كده تولاها عليها الشواية معها على اللي تحت ويتدخد اللون الحلو اللي انت عايزاه تعملي لها في حماية وتبقى أجدع فراخ ما شوية تلقتيها في حياتك طيب طيب نصبح على مادام سميحة والله صباح الهنة ألو ألو صباح الفل صباح تسلم إيدك على صنية اللي عملتها دلوقت سلميلي حبيب تسلم عمرك يا ربي من كل شر سلميلي لو سمحت كنت حضرتك قلت قبل كده اللي بتصبق شعرها بالحنة ممكن بتحط عليها بون وبيبقى لونه بون تقوليلي أقفل وتقوليلي بعد عشان أسمعك عناية لتنين شكرا نورتيني حبيبكي بتصالك نورتين طيب هنجاوب على السؤال دوت وبعد كده نشوف بها أسئلة سوشي الناس اللي عايزة تشتبخ شعرها بالحنة أو إن هي تحنيه بلون إن هو يطلع معيها بوني بص يا حبيبتي هتعمل إيه وهقول برضو للناس اللي عايزة شعرها يطلع أحمر هتروحي عند العطار وتجيب منه يا سلام بقى لو عندك حد في أسوان ولا في السودان وتاخذ الحنة البلد اللي هي بتاعتهم رهيبة رهيبة بمعنى رهيبة يعني وعلى فكرة فيه هنا في مصر فيه محلات كتير بقى اتبع اللي هم الناس السودانيين والناس اللي من أسوان بيبيوا الحاجات دي بتبقى في منتهى الجميع طيب أهم حاجة هنروح عند العطار نجيب حنة بلدي وتكون نوعها كويس برجع بعد كده أعمل إيه بروح جايبة البن اللي هو اللي إحنا بنشربه بتاع القهوة ده برجع بحط معاه إيه بحط معاه معلقتين سكافيم اللي هو الحبيبات دي ودوبهم كلهم فيه كباية مياه صخنة كباية كبيرة مياه صخنة ودوب كله مع بعضه وارجع أعجن الحنة نفسها بكباية المياه بالنسكافيم البن وعجنها شوية حلوين كده هو واسيبها تخمر أهم حاجة عشان الحنة تطلع معاكي مصبوطة إن هي تخمر تخمر بقى بالستة سبعة تمن ساعات ممكن تغطيها بكيس ستلاجة كده مفتوح وتسيبيها لتاني يوم تبدأ إن أنت تتحركيها مع بعضها كده هو وإنت بتقلبيها لازم تكون نعمة أقولك على تكاية كمان أو سر مهم كمان وإنت بتعملي الحنة بعد ما تخمريها وأهم حاجة إن هي تخمر أما تخمر هتلاقي الوش بتاعها من فوق كده فارق عن اللون اللي تحت يعني تعملي بحرف المعلقة من الجنب كده هتلاقي لون الوش حاجة واللون من تحت حاجة تانية تعرف كده إن هي تخمرت تمام زي الفل تبدأ تقلبيها وبعد ما تقلبيها عارف المضرب اللي هو السيليكون اللي هو اليدوي ده أو المضرب الكهرباء يا سلامنا وعندك مضرب كهرباء شغليه وخلطي بيه الحنة كل ما خلطيها الزيادة كل ما ديتك نتيجة مضمونة جدا الخليط بتاحها كده يبقى عامل زي خليط الكيك من كتر ما هي مخلوطة كويس الخليط بتاحها تعمليه بالسبتشولة كده أو بالمعلقة يبقى نازل سايل كده عامل زي خليط الكيك تبدأ بعد كده تمسكي شعرك تبدأ تقسميه وتبدأ تحني بيه الشعر وتلفيه كحكة وتلبسي عليه كيس بلاستيك وتروح يحط عليه الإشارب واقعودي بيها الثاني يوم وبعد كده فروكيه هتلاقي بقى نشفت فروكي كويس كده على كيس كده افتحيه على حرف المطبخة أو على طرابيزة عمدي ابدأي فروكي الشعر نزلي كل الحنة اللي نشفت فيه وابدأي اشتفيل أول بمية عادية وارجعي اخسليه بالشامبول عادي بتاعي ده للشعر البنيئ لو انا بقى عايزة اعمل شعر أحمر روحي عند العطار هتجيبي الحنة وهتجيبي رمان ناشف ولو انت عندك قشر الرمان ومشيلو طحنه يبقى عظمة ومية فل واربعتاشر ما عندكيش هتلاقي عند العطار ولو عايزة قشر رمان ناشف بتجيبي بتتحنيه زي البودر وبتجيبي معاك كركديه بتغليك كركديه مع قشر الرمان الناشف ده بتاخد الخواصة الحمرة بتاعتهم وهي سخنة وتداء تعجيني بهم الحنة ونفس النزام عايزة الحنة بتاعتك تطلع مظبوطة أهم حاجة التخمير تاخد وقتها في التخمير أهم حاجة كل ما خلطتها كويس بالمضرب الكهرباء أو بالمضرب السيليكون والخليط بتاعها بقى عامل زي خليط الكيه خدت نتيجة مضمونة وزي الفل ضمتم عسليات وأمرات كده يارب دايما تبقوا مهتمين كده ان انتو نعم طيب ثانية واحدة دايما يا رب كده تبقوا عسليات ان شاء الله بس انت عبدالقادر قلنا لها هنعمل البسيمة ان شاء الله عنها الاتنين حلوة عنها الاتنين ليكي مريم محمد بتقول صباح الورد والفل والياسمين يا أحلش تمكن طريقة حلوة للكفد والأوانس عندك كذا طريقة يتعمليها بالدبس الرمان ولو مش عايزها بالدبس الرمان بنعملها بنعملها مدخنة يعني بنعملها بالفحمة يمكن تعمليها بالرز طيب هنخلينا دلوقتي ان احنا هنعملها ونغمزها كده بالعيش هتعملي ايه بتقطعي بتخسلي الكبدة والأوانس كويس اوي بتفسلي الكبدة عن الأوانس دي الوحدها ودي الوحدها بتيجي عند الكبدة تديها عصرة لمون وهي في مصفة والأوانس تمام مزال فل باجي بعد كده بقطع بسلطين حلوين كده ويكون اللي هو الأحمر مش الأبيض الأحمر بيدي تسكيرة أكتر للحاجة تقطعي بسلطين حمر وتقطعي معيهم فصين طوم او معلقة طوم كده مفرومة وتبدأي تريح حتى معلقة الزبدة شوحتيها مع بعضها كده او سيحتي الزبدة على النار أنزل الأول بالطومة أطلع روايح بتاعتها أطلعها بسنة كزبارة نشفة تطلع الروايح الحلوة أروح نزلة عليها على طول بالبصر وافدل أشوحه يدوب يدبل معي مع رشة ملح ورشة فلفل اسو دبل معي ممكن أحطله أرني فلفل حامي بس تقطع شرايح عشان يبقى ظاهر معي كده وطمط ميا مكعبات طمط ميا مكعبات دي خليها في الآخر خالص ما تحطهاش في الأول شوحت البصل مع الطوم مع التوابل الحلوة بتاعتك وتروح نزلة بالأوانس الأوانس الأول مش الكبدة عشان الكبدة ما تاخدش سوى الأوانس بتاخد سوى أكثر تنزلي بالأوانس الأول وتبدال تشوحي فيها لحد ما تبدأ أن هي تغير اللون بتاعها خالص وتديها شئشاء مياس غنم كده وغطي عليها هتسيبيها هتبدأ أن هي البصل يستوي والأوانس استوي خدت حتة القومة صلقتيها استوي تروح نزلة على طول بالكبدة تبدأ تقليبيها تقليبتين بلاش كتير علشان ما تتهريش منك وشئشاء مياس سخن كمان وغطيها بدأت الكبدة تستوي معاك ما بقيتش تنزل الدم ولا الكلام ده كله استويت معاك وتمامه زي الفن وخلاص هتقفلي تروح نزلة بالطمط تشوحتين تلاتة خمس دقائق كمان على النار سيبيها تبرد وتشرب خالص وبعد كده عند الأكل على طول اعملي لها فاحمية وقفلي بالفويل مع حبة تعيش وحبة بتنجان ما خلي الأوطماط المتبلة وساحتين وعافية على قلبك يا ست القل طيب نعمل ايه كمان ماروسكا ماجدي بتقول صباح الهنا والسعادة يشوفوا السكر الزيادة أنا عملت الكريب بلزق مني وعجل وقعد وقت طويل على البتاجز مع أن الطوصة مش بتلزق ومدهون زيت ايه الحل العف العجينة يا ماروسكا العف العجينة هنزلك حاضر لطريقة الكريب بتاعتنا امام عناية الفين حاضر هخلي الفريق يرد عليكي رياض الصالحين صباح الفل والهنا والسعادة يا أمر ممكن تقولي تهنئة على الهوى باسم ولادي سيد وسلوة وشاهندة وربنا يجبر بخطفك الله معنا أحلى تحية الأحلى ولاد في الدنيا سيد وسلوة وشاهندة ربنا يبارك في عمرك ويا رب يخلوك لمامتك وباباك هبا المعمار بتقول صباح الخير ياريت تقولي تعليق لإني ماما بتتفرج على البرنامج ومتابعك عايزة أقول لها أنها أجمل أم في الدنيا في العالم ربنا يخليك لينا يميدة يا قلب ولادك من البحيرة ده منهور أكيد هي شايفاني دلوقتي وعارفة أن الكلام لها وربنا يخليك لينا يميدة يا رب وربنا يخليك ولادك يا رب وتفرحي بيهم أحلى فرحة طارق عمري كله أكسم عليك بالله العظيم خستي إزاي هو أنا عمري ما شفت حد بيحلف حد بالشكل ده أكسم عليك بالله العظيم خستي إزاي هو عمونا أنا خستي إن أنا عملت عملية تكميل بس إن حد يقسم على حد دي جديد عليا وممكن حضرتك ما تكونش مصري أو حضرتك ما تكونش مصرية مش عارف بس والله أنا أكسم بالله العظيم أنا عملت عملية تكميل نشوف بقي اسئلة حبيبنا وكلامهم الحلو اسئلتهم اللي هي هنحاول ان شاء الله بازن المياه نتجاوب على اكبر قدر منا بسم الله وقفنا لحد مين اه قبل ما جاوب على اسئلة حبيبتنا اللي لسه متصلة اللي طلبت الحنة طلبت ايه البني طلبت الحنة البني الحنة البني يا حبيبتي اهم حاجة ان احنا نجيب حنة كويسة او النوع بتاعها كويس يعني يكون عطار السحبة عليه كتير ويا سلام بقى لو سوداني او اسواني الحنة بتاعتهم بتبقى في انتهى الجميل علشان اعمل شعري بني ويطلع اللون البني اللي هو الكهراماني كده اللي هو البني الجميل اللي احنا بنحبه ده هتعمل ايه هتجيب الحنة وتحطيها في طبق غويت وخلي بالك ان هو يكون غويت وعالي علشان الحنة بتخمر وتتقل وهتسحب منك سوايه طيب بعمل ايه؟ بروح جايبة مع كباية أو كبايتين مياه سخنة على حسب ما العجينة أو على حسب ما كمية الحنة اللي انت هتستخدميها أحط فيها بون اللي هو بتاع القهوة مع الحبيبات اللي هي النسق فيها وقلبهم كويس جدا جدا مع بعض وارجع بعد كده أزود شوية شوية واعجن الحنة خلي بالك إيديك تكون يلافسها فيها حاجة علشان ما تتبعش على إيدك حتى وانت بتعملي شعرك برضو تبقي لفسك لفظة أو حاجة في إيدك وارجع إن أنا أعجل لحد العجينة ما تتعجن كويس جدا معايا بالسوايل بتاعتها حتى لو احتاجت تاني ما زودش مياه بس معلقتين بون كبار مع معلقتين نسق فيه على شب مياه اللي هو الشب بتاع العصير الكبير ده تمام خلص يبقى كباية مياه تانية ولو الكمية بتاعت الحنة كتيرة يبقى كباية مياه تانية فيها نفس النظام ما زودش مياه وبس والمياه تكون صخنة علشان تقوم لي الحنة بسرعة أخلط كويس جدا واروح عجنتها كويس قوي أروح حطها في بولا غويتة أو طبق غويت ويكون طبق بلاستيك أنت مش عايزاها علشان لو طبق الحنة يبقى أنت ايه الكمية يعني مش هتستخدمي تاني وتروح مغطية الوش بتاعها بكيسة اللاجة مفتوح واركمية بقى 4-5-6 ساعات عايزة تعجينها من بالليل وتشوفيها الصبح يبقى حلوة كل ما تخمرت كويس والتخميلة بتاعتها كات حلوة كل ما تديك نتيجة زي الفل طيب أعرف إن هي تخمرت إزاي أو تمامه زي الفل أشيل حرف الكيس كده وبحرف معلقة برضو أروح إيه عاملة كده يعني جايبة حتة الحنة كده هلاقيها مفصولة لونين هتلاقي اللي فوق أغمأ من اللي تحت اللي تحت مغدر مثلا كده واللي فوق مدي على بني يبقى كده تمامه زي الفل أرجع بقتي كده أروح جايبة لمضرب الكهرباء اللي هو بتاعنا بتاع الحلويات ده أو مضرب سيليكون اللي هو باليد بس باليد ده هتاخذي وقتها أكتر يد بس وابدأ إن أنا أشغاله واخلط وافضل أخلط أفضل أخلط أفضل أخلط لحد كل ما بتخلطي أكتر كل ما العجينة بتاعت الحنة تديك نتيجة أفضل بكتير تفضل تخلطي كده وتروحي مسكة بالسبتشولة كده وبالمعلقة تعمل الخليط كده تبقى عاملة زي خليط الكيك أمسك حتة حنة بين إيديا كده وأعمل كده لو أنا بعمل كده والهنة تلعلي زي عرق كده ما أعمل كده يطلعلي زي شعر كده ما تبقاش قطعة لا يبقى فيه عرق هنا كده بيطلع مع الحنة يبقى كده كمام وزي الفر ما كانتش ما تلعليكيش العرق ده أبدأ إن أنا أفضل أضرب فيها شوية كمام لحد ما يديكي العرق ده تدهوت هتبقى معاكي كمام وزي الفر أبدأ إن أنا أقسم الشعر بتاعي وابدأ إن أنا أحني وأحط الحنة عليه وبعد كده ألمه كله كحكة وحط كيس تلاجة بتاع ده كيس أبيض أو شفاف أو شنطة نظيفة يعني واروح لفة عليها الإشارة لتاني يوم تنامي بيها ما فاش أي مشكلة احتياطي عشان لو تقلبت وانت نايمة حطي على المخدة عندك كيس خددية قديم مش عايزها حكة ملاية قديمة ومقطعة مش عايزها حطيها على المخدة وقبل ما تخطيه حطي كيس كياس اللي هي البسكت اللي هي الكبيرة دي افتحي كيس غليفي به الخددية اللي هتنامي عليها وحطي عليه الملاية أو الكلام ده كل احتياطي اتقلبت كتير وانت نايمة وعشان ما تتبعش على المخدة وتبوز طيب قمنا الصبح لقناها نشفة لقيتها لسه فيها تراوة شوية شيري الكيس وسيبيكي في الهواء اشتغلي في الشقة وعملي شغلك وكل حاجتك وكده سيبيها تنشف تبقى محجرة كده هتلاقيها بدأت ان هي تفارول وتبقى اتقصر كده تقفي على المطبخ أو ترابيزة عندك حطي كيس من اللي هو بتاع البسكت وبدأي افروقي شعرك كله بلس في الحود صدقيني اللي أنا بقولك عليه دوت هو هيبقى افضل افروقي شعرك كله ونزلي كل الحنة اللي فيه ترجعي بعد كده بقى على الحود بتاع الحمام او على اللي في البنيو تبدأي تستوفي بمية لوحدها نزلي كل الحنة وبوسيها ونزليها كلها من على صارك وبدأي اخصلي بعد كده صارك بالصم والعادي بتاعك هيطلع معاك زي الفن واللون هيثبت معاك ويطلع زي الفن